كتلة هوائية باردة تقترب من شمال المملكة خلال النصف الثاني من الأسبوع الحالي التفاصيل بعد الفاصل أصعد على وقاتكم بكل خير متابعين في المملكة العربية السعودية تستمر الأجواء مستقرة بشكل عام بالرغم من أننا في موسم الوسم في الجزيرة العربية لكن الاستقرار الطقس والمرتفع الجو المسيطر هو السمى الأبرز خلال الأسبوع الحالي درجة الحرارة تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عمو المناطق بستدنى المنطقة الشرقية حيث تكون درجة الحرارة أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الأربعة تقترب كتلة هوائية باردة من شمال المملكة هذه المرة تعمل على انخفاض حاد وكبير على درجة الحرارة مع نشاط في سرعة الرياح المثيرة للأتربة والغضار تفاصيل أكثر نستعرضوها في هذه الخرائط لتفاصيل الحالة الجوية يوم بيوم نبدأها من يوم الأحد أجواء مستقرة بشكل عام درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام أجواء نستطيع أن نصفها بأن معتدلة تميل الحرارة خلال ساعة النهار في أغلب المناطق حارة نسبيا على السواحل المطلة على البحر الأحمر يوم الأثنين لا تغيير الحالة الجوية تستمر درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام باستثناء المنطقة الشرقية حيث تكون درجة الحرارة أقل بقليل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام تقص معتدر خلال ساعة النهار بارد نسبي خلال ساعة الليل خاصة في المناطق الداخلية البعيدة عن السواحل في حين تستمر الأجواء حارة نسبيا خلال ساعة النهار فوق السواحل المطلة على البحر الأحمر يوم الثلاثاء لا تغيير الحالة الجوية تبقى الأجواء مستقرة درجة الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في عموم المناطق لكن يوم الأربعاء تبدأ درجة الحرارة بالانخفاض تدريجيا في المنطقة الشمالية اعتبار من مساء يوم الأربعاء تحديدا مع اقتراب لكتلة هواية باردة من شرق البحر المتوسط ومنطقة بلاد الشام وشمال الجزيرة العربية ستعمل عن خفاضات واضحة على درجات الحرارة تكون ملموسة اعتبارا من يوم الخميس لاحظوا درجات الحرارة في منطقة تابوك كمثال 20 درجة مئوية فقط أي انخفضت 10 درجات مئوية مقارة بيوم أمس لهذا الذي هو يوم الأربعاء 7 درجات مئوية فقط متوقعة خلال ساعات الليل درجة الحرارة أيضا تبقى حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في المنطقة الشرقية والوسطى وعموم القسم الجنوبي من السعودية يوم الخميس الجمعة عفوا بإذن الله تمتد هذه الكتلة الهوائية الباردة أكثر نحو الشرق والمنطقة الوسطى انخفاضات كبيرة أيضا على درجات الحرارة حفر الباطل أو عموم المنطقة الشمالية الشرقية تسجل حوالي 17 درجة مئوية تنخفض في المنطقة الشرقية والوسطى لتسجل ما دون العشرين درجة مئوية كحرارة وعظمة أما الأجواء تبقى حارا نسبيا في المناطق أو السواحل المطلة على البحر الأحمر وبالتالي هناك اختلافات وانقلابات حرارية واضحة خلال أسبوع الحالي مع استمرار الأجواء المستقرة بشكل عام في عموم المناطق إلى هنا تنتين نشرتنا للقاء